بيبدأ الفيلم مع الخياطة الإنجليزي ليونارد وهو في محل الخياطة بتاعه وبيصنع بدلة جديدة وبيفكر نفسه بأن الأهم من أنك تاخد المقاسات بشكل صحيح هو أنك تكون عارف الشخصية بتاعت الشخص اللي يلبس البدلة بعد ما تصنعها وأنك المفروض تحسي الزبونك أنك صنعت له بدلة مميزة عن كل البدل اللي أنت صنعتها للناس اللي قبله علشان لما يلبس البدلة يحس أنها أظهرت كل علامات الجمال اللي هو ما كانش شايفها في نفسه قبل كده وفي الحالة دي هو عمره ما يروح لصانع ملابس غيرك وساعتها مايبل المساعدة بتاعته بتوصل وبتاخد فنجان القهوة بتاعها وبتروح تشرب صجارتها عند الشباك في صمت وبتبدأ تستقبل الزباين وتساعد ليونارد في أخذ المقاسات وبيدخل الناس كتير للمحل علشان يحطوا الجوابات بتاعتهم داخل صندوق البريد اللي جوا المكان وبالغريبة أن ليونارد وعمره مركز معاهم ولا تشتت بسبب وجودهم رغم أنهم بيدخلوا عليه القوضة بتاعته أثناء الخياطة وبعدها ريتشي وابن عمه فرانسيس بيدخلوا ياخدوا الجوابات بتاعتهم من الصندوق وبيكون واضح عليهم أنهم يعرفوا ليونارد كويس على عكس كل الناس اللي كانت بتدخل للمكان قبل كده وبيلاحظ ريتشي أن البدلة اللي ليونارد بيصنعها مميزة عن كل البدل اللي فاتت وبيتكلم معاه وبيفهموا أن أكيد البدلة المميزة دي محدش هيلبسها غير ابوه لكن ليونارد بيفهموا أنها الشخص تاني ولما ريتشي بيسأله مين الشخص ده بيرفض يجاوب وبيفكروا بالقاعدة الأساسية بتاعته وهي أنه ما تعودش يقول أسرار الزباين وبيحكي له أن ابوه السيد بويل كان عنده مبارح وطلب منه يعمله بدلة جديدة علشان يحضر بيها حفلة خاصة بالشغل وقاتها فرانسيس بيوري الريتشي جواب جايلهم من منظمة الزي فبيطلب ريتشي من ليونارد أنه يطلع مكتب الاستقبال يشوف ميبل بتعمل إيه وفعلا ليونارد بيروح لميبل وبيقفل باب المكتب عليهم وبيلاحظ أن جات لها بلورة هدية جديدة فبيسألها يا ترى البلورة جواها إيه المرة دي وبيتوقع أنه ممكن يكون برج بيزا المائل لكن ميبل بتفهمه أن توقعه غلط وبتعرفه أنها مش فهمة إيه المميز في البرج ده غير النمائل وبتقوله أن البلورة الجديدة جواها مدينة لندن وبتوريها له وبتعرفه أن البلد وحشتها جدا وأنها نفسها تسافر في أسرع وقت وبتسأله هو إيه اللي مخليه متمسك بالمكان ده رغم أنه ملوش أي حد فيه فبيفهمها ليونارد أنها موجودة وأنه بيحس أنه هو مش نقصه أي حاجة طول ما هي والمقص بتاعه معاه بس ميبل بتفاجئ وبيتعرفه أنها مش أتفضل معاه على طول لأن ساعة بين مستنياها وساعتها ريتشي وفرانسيس بيدخلوا عليهم ويودعوهم وبيمشوا وفي الليل ميبل بتساعد ليونارد في تطبيق المناديل بتاعت البدل وبيلاحظ ليونارد أنها بترتبها بشكل عشوائي وبيستغل أنها خرجت تجيب حاجة وبيزبطها لما ميبل بترجع بتكتشف اللي عمله وبتبصله وبتبتسم وبتبادلهم تاني وبيتكلم ليونارد معاها وبيعرفها أنه شاف شاب لطيف جدا وبيعرض عليها أنه يعرفهم على بعض لكن ميبل بترفض وبتفهمه أنها عارفة أنه بيعملها زي بنته وعايزها تحب وتعيش حياة سعيدة بس هيها مش حابة تشوف فيه صورة ابوها اللي كان بيعملها بطريقة مش كويسة وأنها عارفة كمان أنه عاوز يعلمها الشغل علشان هي اللي تدير المحل بعد ما حياته تنتهي وبتأكد له أن ده مستحيل يحصل لأنها تسيب البلد وتسافر وبتودعه وبتمشي وأثناء مكان ليونارد قاعد شغال بالليل واحد وبيتفاجأ أن ميبل وريتشي داخلين للمحل مع بعض وبيتكلم ريتشي مع ميبل وبيعرفها أن فرانسيس بلغ أبوه أنه شاكك بأن فيه جاسوس في وسطهم بين الأخبار لجماعة لكن أبوه ما صدقهوش لأنه مش فرض من العيلة زي ما الناس معتقدة ولا حتى أيرلندي زيهم وبيعكد لها أنه يعرف كل الحاجات اللي فرانسيس عملها فابوه وفي الوقت ده ليونارد كان واقف بيسمع كل الكلام اللي قالوه وبتقع منه القطع المعدنية اللي بيستخدمها في الخياطة على الأرض من غير ما يقصد ولما ريتشي بيسمع الصوت بيدخل القوضة علشان يشوف مين اللي جوا وبيتفاجأ أن ليونارد نايم فبيعتقد أنه محسش بوجودهم وبيأخد ميبل وبيمشي وبيتكلم ليونارد مع نفسه وبيقول أن أمتع حاجة في الحياة هي أن الشخص رائب ويكتشف اللي بيحصل حواليه في صمت وبعد فترة ليونارد بيقعد يشتغل في المحل بالليل وحده كالعادة وبيسمع جرس البابيرين فبيستغرب جدا لأنه الوقت تأخر ولما بيفتح بيكتشف أنهم فرانسيس وريتشي وبيلاحظ أن في صوت عربيات شرطة معادية من قدام المكان وبيتفاجئ لما بيلاقي ريتشي متصبر صاصة وساعتها فرانسيس بيضربه بالسلاح على رأسه وبيسألوا لو كان في حد غيره موجود في المكان فبيأكد له لينارد أنه لوحده وبيأخدهم وبيدخلوا المغزن بتاع القماش وبيحاول يعالج الجرح بتاع ريتشي وبيتكلم فرانسيس مع ريتشي وبيعرفوا أن الشرطة ورجال العصابات كانوا بيجروا وراهم علشان ياخدوا الشنطة اللي معاه وبيفاهموا هو يعمل إيه لو حد فيهم اقتحم المكان وبيروح فرانسيس يتسل ببويل أبو ريتشي وبيبلغوا باللي حصل وبيطلب منه يبعث لهم دكتور لكن بويل بيعرفوا أن الدكتور بتاعهم اختفى وما حدش يعرف مكانه وبيأكد له أنه هيروح له في أسرع وقت وبيتكلم ليونارد مع فرانسيس وبيفاهموا أن ريتشي حالته خطيرة وأنه لو ما تعالجش حياته هتنتهي وبيعرفوا أنه كان بيخدم في الحرب وشاف حالات زي دي كتير وقتها فرانسيس بيؤمر ليونارد أنه خيات الجرح بتاع ريتشي على أساس أنه خيات شاطر ومعاه الإبرة والخيط اللي هم محتاجينها ولما بيحاول ليونارد يفهمه أنه مش هيقدر يعمل ده بيصوب فرانسيس عليه السلاح وبيهدده بأنه هينهي حياته لو ما عملش إلا اللي عليه فبيضطر ليونارد ينفذ أمر ولما بيلاحظ أن ريتشي فقد الوعي بيحط ييده عند بقه وبيشوف نفسه علشان يتأكد أنه لسه عايش وبعدها فرانسيس بيتكلم مع ليونارد وبيعرفه أنه لازم يخرج يعرف مين الجسوس اللي فستهم وبيسيب الشنطة بتاعته على الترابيزة وبيأكد عليه أنه لازم يرجع يلاقي الشنطة في مكانها وبيسألوا ليونارد هم مشغلين إيه وبيفاهموا أنه يعرف العيلة بتاعتهم من فترة طويلة بس ولا مرة سأل حد فيهم السؤال ده وساعتها فرانسيس بيأكد له أنه يعرف كل حاجة عن شغلهم وبيعرفوا أنه حاليا بقى فرض من العيلة بتاعتهم وبيبلغوا أن المباحث الفيدرالية كانت حطا لهم جاس تنصت في المحل بتاعه علشان يعرفوا هم بيخططوا لإيه لكن هم قدروا يكتشفوا ده بكل سهولة بمساعدة الناس اللي شغالين في المباحث الفيدرالية تبعهم ويدروا كمان أنهم ياخدوا الشريط اللي السجل ولما جاي يسمعوا رجال مؤسسة لافونتين هاجموا عليه وبيفاهموا أن لافونتين لو خدوا الشريط هيعرفوا يقضوا عليهم بكل سهولة وبيودعوا وبيمشي ومع الوقت ريتشي بيفوق وبيتكلم مع ليونارد وبيشكروا على أنه أنقص حياته وبيستغرب جدا لما بيعرف منه أن فرانسيس حكي له عن موضوع الشريط لأنه مش من نوع الأشخاص اللي بيتكلم كتير مع حد وبيحكي له ليونارد أنه أول ما وصل لشيكاغو ما كانش يملك أي حاجة غير عدة الخياطة بتاعته لكن بفضل أبوه هو بقى عنده محل لأنه كان أول زبون عنده وبيسأله لو كان شكك في أن فرانسيس هو نفسه الجسوس ولا لا لأنه أقرب شخص للعيلة بتاعتهم رغم أنه مش واحد منهم لكن ليونارد بيسكت ومش بيرد على سؤاله وبيفهموا ليونارد أنه ممكن يكون هو الجسوس اللي بيدوروا عليه فبيتحك ريتشي بطريقة هسترية وبيأكد له أن ده مش حقيقي لأنه مجرد خياط بسيط فبيتدايق ليونارد وبيعرفوا أنه صنع ملابس مش خياط وأنه فيه فرق كبير جدا بينهم لأن الخياط بيركب زراير وبيأثر المنطلون أو بيطوله مش أكتر وساعتها ريتشي بيلاحظ أن الشنطة بتاعت فرانسيس موجودة على الترابيزة وبيسأل ليونارد هو راح فين وبيبلغوا ليونارد أنه راح يدور على الجسوس اللي في وسطهم ويجيب جهاز يقدر يسمع من خلاله اللي موجود جوه الشريط وبيفهموا أنه معتقد أنه ممكن يكون فرانسيس هو نفسه الجسوس وبيعمل كده علشان يبعد الشبهة عنه وقتها فرانسيس بيوصلوا بيتكلم ريتشي معاه وبيسأله عن المكان اللي كان فيه وبيعرفه فرانسيس أنه عمل شوية مكلمات وعرف من خلالها أنه فيه مكان قريب عنده أجهزة متخصصة لسمع الشرايت فرجع علشان ياخد الشريط ويروح يسمعه وبيطلب ريتشي من فرانسيس أنه يستنى لحد ما يجيب الجاكت بتاعه ويرجع علشان يروح معاه لكن فرانسيس بيرفد وبيفهمه أنه لازم يستنى أبوه وساعتها ريتشي بيتهمه أنه عاوز يروح لوحده علشان ما حدش غيره يسمع كل اللي جوه الشريط وبيوفه دم الشنطة علشان يمنعه من أنه ياخد الشريط ولما فرانسيس بيحاول ياخدها بالقوة بتقع على الأرض وبتتفتح وبيتفاجئ ريتشي أن الشريط مش جواها وبيصوب المسدس على فرانسيس وبيسأله عنه وبيأكد له أنه عمره مواصق فيه من أول يوم شافه رغم أنه كان بيتعامل معه كويس فبيأمره فرانسيس يبطل تمثيل ويخرج الشريط فورا وبيتوتر ليوناردا جدا وبيحاول يهديهم لكن مش بيعرف فبيرجع خطوة الوراء من كتر الخوف وبيستغل فرانسيس أن ريتشي يبص على ليوناردا وتشتت وبيطلع المسدس بتاعه وبيضرب على نار ولما ريتشي بيقع على الأرض فرانسيس بيقرب منه وبيعرفه أنه شخص ضعيف وبيضرب على لطلق أثانية وبينهي حياته وبيسأل ليوناردا عن المكان اللي ريتشي يخب الشريط فيه لكن ليوناردا بيأكد له أنه ما يعرفش وبيعرفه أن بويل فضله لحظات ويوصل وفي الوقت ده جرس البابيرين وبيطلب فرانسيس من ليوناردا أنه يطلع يشوف مين لحد ما هو يخب الجثة وفعلا ليوناردا بيطلع يفتح وبيكتشف أنه بويل والمساعد بتاعه مونك وبيتكلم بويل معه وبيشكره على الخدمة اللي هو قدمها له والعيلته ولما فرانسيس بيخرج بيسأله بويل عن ريتشي فبيخدعه فرانسيس وبيبلغه أنه خرج يابله علشان يسلمه الشريط فبيستغرب بويل جدا وبيلومه على أنه سابه يخرج لوحده رجم أنه مسؤول عن حمايته وبيروح يتصل بشخص من المساعدين بتوعه وبيطلب منه يبلغه أول مريد شيء يوصل للبيت وساعتها فرانسيس بيعرفه أنه هيخرج يدور عليه بنفسه وبيودعه وبيمشي وبتتكلم بويل مع ليونارد وبيعرفه أنه تعاون مع منظمة جديدة اسمها الزي وأنه بيتواصل معهم بالرسائل وبيفهمه أنه هم اللي بعته له الشريط واتفق معاه أنهم يخلصوا على كل عصابة لفونتان وبيفهمه أنه كان ندمان لأنه سلم الشريط لفرانسيس ولما بيلاحظ أن شاكرة البدلة بتاع ريتشي متعلق بيستغرب جدا وبيسأل ليونارد إزاي ابنه خرج من غير ما يلبس الجاكب بتاعه رغم أن الجوا برد جدا وبيطلب منه يحكيه عن الحقيقة يحاول ليونارد يحكي البويل الحقيقة وقبل ما يتكلم بيتفاجئ أن فرانسيس دخل عليه هو مصاوب المسدس على مايبل فبيخاف يحكي حاجة البويل لكن بويل بيطمنه وبيأكد له أنه هيحميه هو ومايبل وبيفهمه أنه هم كمان مصوبين مصدس على فرانسيس زي ما هو مصوب على مايبل وده معناه أنه هم متعادلين في القوة بس اللي نرده بيخاف على مايبل وبيفهم بويل أن فرانسيس خلص على شخص من عصابة لفونتان وبيتكلم فرانسيس مع بويل وبيعرفه أنه رح لمايبل البيت بسبب أنه كان شكك أنه ريتشي عندها أنهم مرتبطين في السر ولما لاحظوا أنه فيه بقع الدم على السجادة بتاعته جابها الهناء علشان تعترف هي عملت في ريتشي لكن ميبل بتنفي علاقتها بريتشي وبتعرفهم أنه كان بنسبة لها مجرد زيبونه بس وبيتدخل ليونارد في الكلام وبيأكد لهم كلام ميبل وبيفهمهم أنه يعرفها من فترة طويلة ومتأكد أنها مستحيل تقدر تعمل كده بس بويل مش بيصدقهم وبيؤمر مونكي ياخدها للمغزن وما يسبهاش غير لما تعترف بمكان ريتشي وساعتها ليونارد بيتوتر جدا وبيكون عاوز يمشي لكن فرانسيس بيمنعه وبيصوب عليه المسدس وبيتكلم ليونارد مع بويل وبيعرفوا أنه النهاردة مش هيقدر يشوف اللحظة اللي هيخلص فيها على ما يبل وبيفعيمه أنه حسس بيه لأنه كان عنده بنت وبيحكي له أنه لما كان في لندن في حريق حصل في المحل بتاعه وهو ما حسش بيه من كتر ما كان مركز في الخياطة وبسبب اللي حصل الحريق فضل يزيد لحد ما وصل لبنته وامراته اللي كانوا عايشين فوق المحل وهو ما قدرش يعمل أي حاجة غير أنه ياخد عدة الخياطة بتاعته ويهرب ويجي يعيش هنا في شكاكو وقطع جرس التلفون بيرين وبيرد ليونارد وبيمثل أن الشخص اللي بيكلمه يبقى ريتشي وبيبلغ بويل لأنه مستخبي من رجالة لافونتان لأنه مهاجموا عليه لما كان رايح له وبيسلموا عنوان وهمي وبيفاهموا أنه مستني هناك وبيصدقوا بويل وبياخد مونك وبيمشي وبيتكلم فرانسيس مع ليونارد وبيسأله من الشخص اللي بيكلمه في التلفون فبيعرفوا ليونارد أنه واحد من المساعدين بتوع بويل وأنه كان بيتسأل علشان يبلغوا من ريتشي لسه مرجعش وبيفاهموا أن اللي هيحصى عدلوقتي هو أن عصابة لافونتان هيجموا على بويل ورجلته ولما فرانسيس بيصاب المسدس على ميبل علشان يخلص عليها بيمنعوا ليونارد وبيفاهموا أنه محتاجها لأنها الجاسوسة اللي هم كانوا بيدوروا عليها وهي الوحيدة اللي هتقدر توصل لعصابة لافونتان وتبلغهم بمكان بويل واللي معاه وبيتكلم مع ميبل وبيفاهمها أنه كان عارف أنها مرتبطة بريدشي علشان تاخد منه معلومات وتنقلها لعصابة لافونتان وبتتفاجئ ميبل لما بتكتشف أن ليونارد كان عارف سرها طول الفترة دي وما بلغش عنها البويل فبيأكد له ليونارد أنه ما عندهش غير اختيارين الاختيار الأول هو أنه هم التلاتة حياتهم تنتهي حالا والتاني أنه يسمع كلمهم ويبقى الزعيم بتاع العصابة وبيوافق فرانسيس وفعلا ميبل بتنفذ الاتفاق وبتتواصل مع عصابة لافونتان وبتتكلم مع فرانسيس وليونارد وبتبلغهم أن العصابة محتاجين الشريط مقابل الفلوس اللي هيتلبوها وأن نيكي زعيمة العصابة هتيجي تسلموا بنفسها وهنا بنكتشف أن ليونارد هو اللي كان سرق الشريط ومخبف البطانة بتاعت البدلة الجديدة اللي كان بيصنعها وبيروح يجيبه وبيسألمه لفرانسيس وبيتفق معاه فرانسيس أنه هيستخبى في الأوضاء ولما يتأكدوا أن نيكي معاه الفلوس يدلوا إشارة علشان يخلص عليهم وبعدها نيكي والمساعدين بتوعها بيوصلوا وبيتطلع شنطة الفلوس قدامهم وبتسألهم عن الشريط لكن ليونارد بيعلي صوته وبيسأله هي اللي جاية من غير الفلوس وبيشأر لها على المكان اللي فرانسيس مستخب فيه فبتفهم نيكي وبترد عليه بأنها لازم تشوف الشريط الأول وساعتها المساعدين بتوعها عن نيكي بيوقفوا قدام باب الأوضاء اللي فيها فرانسيس ولما بيخرج بيصاوبوا عليه المسدس في نفس اللحظة اللي هو بيصاوب فيها مسدسه على نيكي وبتتكلم نيكي معاه وبتعرفوا أنها عايشة في شكاجو من سنين وأنها صاحبة أكبر مالها ليلي موجود في المكان وأن كل الناس بيحبوها لدرجة أنهم مشاكوش للحظة أنها زعمت العصابة وبتفهموا أنها كرهيته هو وعيلته من أول لحظة هم وصلوا فيها للبلد لأنهم كانوا مخوفين الناس ومعايشينهم في رعب وأنها مرتحتش غير لما شافت اللحظة اللي حياة بويل بتنتهي فيها وقتبسط أكتر لما تخلص عليه هو كمان ووقتها ليونارد بيشجعها وبيأكد لها أن المسدس اللي مع فرانسيس ما فيهوش طلقات لأنه يستخدمهم في أسناء حياة ريتشي وفعلا رجالة نيكي بيخلصوا على فرانسيس وبتستلم نيكي الشريط وبتودعهم وبتمشي وبيتكلم ليونارد مع مايبل وبيطلب منها تاخد الفلوس وتسافر للندن علشان تعيش الحياة السعيدة اللي هي كانت بتحلم بيها لكن مايبل بتفهموا أنهم لسه ما بقوش في أمان لأن عصابة الزي مش هيسيبوهم غير لما يخلصوا عليهم بالسبب اللي هم عملوه فبيبتسم ليونارد وبيقوم يجيب الجهاز اللي كان بيبعت منه الرسائل لبويل وهنا بنكتشف أن ما فيش عصابة اسمها الزي من الأساس وأن ليونارد هو اللي كان بيبعت الرسائل وبيحطها في البريد وبتطلب ميبل منه أنه يسافر معها بس ليونارد بيرفد وبيفاهمها أنه مش عاوزها تعيش أجمل أيام في حياتها وهي بتهتم بيه وبتاخد ميبل الفلوس وبتودعه وبتمشي وساعتها ليونارد بيقرر أنه يهرب وبيدخل يلبس البالة الجديدة اللي كان صنعها وبيجمع أدوات الخياطة بتاعته وبيرمي بنزين في المحل وبيولع فيه وبيتفاجئ لما بيكتشف أن فرانسيس لسا عايش وبيصوب فرانسيس عليه المسدس وبيضرب آخر طلقة موجودة فيه ولما بيلاحظ أن الطلقة جات في دراعه وبيطلع آلا حد علشان يخلص عليه وبيتكلم ليونارد معاه وبيحكيله أنه كان زمان شغال في عصابته وسبهم وهرب بعد ما ويع في الحب وعاش حياة طبيعية مع امراته وبنته لكن هم قدروا يوصلوله وولعوا في المحل والبيت بتوعه وبيفهموا أنه معاه دية ولما فرانسيس بيحاول إيه يجمع عليه بيطلع المقص بتاعه وبيطعنوا بيه وبيوع فرانسيس في الأرض وحياته بتنتهي وبيخرج ليونارد من المحل وهو مقرر أنه يبدأ حياة جديدة في مكان تاني وانتقفل منها ويا رب يكون عجبكم واللي حابب يتابعنا ويشوف باية الأفلام اشترك ويفعل الجرس وما تنسوش تشتركوا في قناتنا التانية فيلم في المريخ بلس علشان هتلاقيوا عليها أفلام من الآخر جاية من المريخ عليك على طول هسيب لكم اللينك بتاعها تحت في الديسكريبشن اشترك ويسيب الباقي علينا